بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهدف من خلال هذا الفيديو وإعطاء حل اقتراح حل ليمسيحان أولمبياد رياضيات الفرط تمهي لمدينة الفقابل صالح التنوي الإعدادية الجنمارس إذن الأكاديمية الجهوية يبني من الخنفرة سنقوم إن شاء الله بمحاولة الإجابة لبعد الثمانين إذن السؤال رقم 1 خمس نقاط compute this expression أو أحسب العبارة التارية 10-16 ناقص هذا العدد 100001 ثم 99999 إذن حاول أن تقوم بتوقيف الفيديو والمحاولة مع هذا التمرين إذن حاول أن تفكر جيدا غالبا تمارين الأولمبياد لا تحتاج إلى حسابات كثيرة ولكن تحتاج لقوة الملاحظة وتسير من الله طبعا وهناك بعض التمرين الكلاسيكي التي يجب أن تقوم بالعمل عليها يعني كلما كان عدد التمرين أكبر كلما كانت فرصة إنجاز التمرين أكثر وبالتالي الرياضيات غالبا ما أصلها العمل العمل هو العمل بجد يعني يجب أن تكتر من التمرين هذا رأيي والله أعلم إذن حاول أن توقيف الفيديو ثم الإجابة على السؤال بسم الله على بركة إلا تشوفوا أخويا هاد مئة ألف إذا تشوفوا هاد مئة جوج ربعة ستة إذن هو مليون واحد ولما إذن أصفار نأخذ هادي هادي مثلا ماذا تساوي تساوي إذن نأخذه حم السفر هنا جوج ربعة خمسة إذن نأخذه وعلا إذن جوج ربعة خمسة ونزيد على واحد وعلا عادية هنا أحباء الكرام إذن مادم هو زاد هنا واحد هنا نقص لنا واحد إذن نقص نقص واحد هنا ونزيده واحد ويوصلنا المتطابقة إكس زائد واحد في إكس ناقص واحد باش نقدرون نخدمه إكس كاري موانزاء كاري وعلا هو الهدف دياله إذن هنا زائد واحد وننقص واحد والم Brett يعني بحل لا شيء متطابقة نأخذو هذا العدد أحباي كرام تساعد وتسائين آلف وتسائم экспер advis هم لا سيكون هو نفس العدد مئة مئة ألف ولكن هنا نقص واحد لا لا لاحظة ننقص واحد من هذا العدد العدد. إذن مني غال ناخدو الملتيبليكاسيون؟ وعلا في هادي إذن غا تقول لنا هي يعني هادي قدر نكسبوها ديس على بوزنان شهر جوج أربعة خمسة ديس على بوزنان سنك موانزة وعلا وهادي حتى هي ديس على بوزنان سنك هادي بلوس أ ودي موانزة ف Wo ديس على بوزنان سنك ، موانزة ديس على بوزنان Hack إذن بالتاليية خرجنا وفي توصية ما خرجنا كل وزنان وهنا لدينا شهرة خاصة هادي Pelkad بأنك إكس على بوزنان على بوزنان b مع إكس على بوزنان b إذن إكس فعلا ب يعني X% A و 7 وبالتالي نقول لي 10% 10 موا موانزة إذن هذه كاملة خرجتنا هذه العبادية إذن نحاول نطبق أحباء الكرام و نجوه للجواب وبالتالي للإكسبرسيون A ستساوينا 10% 10 موا إذن نأخذها للإكسبرسيون وهي بشوية الأقواس 10% 10 موا إذن ستقول لي هي 10% 10 1 10% 10 ستقول لي هي جذر واحد وبالتالي الجواب واحد على هذا السؤال إذن الحمد لله والجواب تقدر تقدر تبقى مهم لا إله الله 10 إذن دزول تمرين رقم 2 إذن التمرين رقم 2 حتى هو تمرين كلاسيكي هذا تمرين كلاسيكي 2 هذا أحباء الكرام هذا يلزم بعض الملاحظة أما هذا تمرين كلاسيكي جدا ومعروف جدا إذن مره والسؤال إذن لدينا أ و ب و س أعداد حقيقية غير من عالما أ و ب و س سوى ده غير تلك أ في ب plus ب فى س plus أ فى س إجالة أ فى ب فى س كالكسيري كالكولي ب والا إجالة أ بلوس ب سور أ ب بلوس بس س سور بس زائد س زائد أ مقصومة على الساب والا إذن هذا تمرين كلاسيكي جدا لا يجب عليك أن تقوم بضيع الوقت وتطبيق A زائد B XY يساوي BY A Y زائد XB لا أعتقد أنك ستصل إلى شيء إذن هنا يجب أن نوحيد المقامات وبالتالي هنا سنقوم بتوحيد المقامات هنا A B هنا B C هنا C هذا كلاسيكي جدا إذن ماذا؟ هنا سأضرب لاحد هنا سأضرب في C لأحصل على C هنا ما ينقصني في B C في A سنضرب في A وعلى حداري من القوى ساحبي الكلام ثم هنا سأضرب في B إذن لتصبح B لكي تسهل أي كي يسهل الحسان وبالتالي سوحيد المقامات A B C تصبح عندي A زائد B مضروبة في C زائد B زائد C مضروبة في A زائد C زائد A مضروبة في B نقوم بالخساب يسهل زائد B C زائد B A زائد A C زائد C B زائد A B مقسومة على A B C إذن دchod زائد زائد C وراحظ بأن هنا المعطى وعلى هذا المعطى مهم جدا سنعود A B A B C وبالتالي ستصبح 2 A B C مقصومة على A B C إذن النتيجة 2 النتيجة كحل تساوي 2 إذن السؤال رقمها تخرجنا 1 السؤال رقمها تخرجنا 2 إذن هنا سنرى هذا السبب إنساء كلاسيكي جدا في فيديو المقبل شكرا على مسابعتكم وإلى اللقاء